اشتركوا في القناة 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 بتكون البنة نقلت من طور الطفولة لطور الأنوسة وهذاك بعده ولد بتفوطي على صف الكاتريين فعلا هيك بتلاقيوا كلهم إذا حكي حده بطلع فيه بتقول ولد يعني نحن اليوم كمنا دكتور إذا بدنا نطلع شوي على العوامل ذكرت أنت العمر والبيوبرتي هنا القصص الأساسية فيه قصص تاني لازم ننتبه لها فيه قصص فينا تكونتريبيوت للنمو طبع الأطفال في عدة أشياء طبعا ما وقفت أبقى الشي العيال إذا أنه إذا تنينتوا للطوال بابي ومامي بدو يطلع طويل وإذا بابي ومامي أصير تنينتوا بدو يطلع أصير فيه عيال بدأ يعني هاي جميراسية جو ديري فاميليال يعني أنا بفضل قول فاميليال فيه نوعية الأكل بتعرفي الأكل كتير مهمة على العالم بتعرفها الأكل أول أربع سنين الولد لازم يأكل شو ما أخذ وآخر أربع سنين طبعا كمان الولد لازم يكون هلسي بأكله كتير ثلاثة الحركة الولد اللي ما بيحرك اللي بينصح ما بيطور الولد اللي بيطور ورا البلاي ستاشن ما بيطور مشان هيك نحنا منقول لهم كل شيء أوتدور بفيد شو ما كان صباحة ماشي راكد بايكينج كله بفيد الولد عشرة يعمل لهم بتقني أوتدور هايدي مهمة كتير بعد فيه شغلة هي إنه منحكي هورمونات بس هون فتنة بالباتولوجي يعني اليوم الولد بده يفرز شيء اسمه جروس هورمون شيء شغلة مهمة إنه بيفرزها بالليل تنفرز بالليل مشان هيك الولد اللي ما بينام منيح ما بيكبر منيح الولد اللي ما بيأكل منيح لا فيه هل عم بيأخذوا نوتس دكتر بالبيت لأنه بتصور جيل هالأيام يعني كتير سدانتر يقاعد صحيح من وراء البلاي ستيشن ما بيناموا يعني في عنا كتير ونوعية العكل صاروا جونتفوت بكترة بشكل غير طبيعي مشانيك الهلسي منيح الولد ما بينام ما بيكبر الولد ما بيأكل منيح ما بيكبر منيح الولد ما بيحرك برا ما بيكبر بس إنه مش مش متل يعني فيه يكون عم بيلمع بطريقة أفضل صحيح هاو بين هللين العوامل الول اوفر للعالم قبل ما يخلص وقتنا دكتور بعد آخر سؤال بدي أسألك يه منشوف بالعيالأوقات مثلا أخوة والطول بينتهم بيختلف ومسيروا يتساءلوا أنه هو طلع مش محظوظ الخي أو الأخر ليش منشوف هالاختلاف بين الأخوة علما أنه الأم والباية نفسهم والعائلة نفسها ويمكن حتى اللايف ستايل نفسه حتى بيكونوا طوم أيام حتى بيكونوا طوم بيفروا بالطول الفرق هو شغلتان صعي عيال عم نحكي فيها بس حتى حتى بيقدر يكون أخذ شوي خاصة الصبيعي بعد في شغلة نيوانس بحب زيادة أنه كل العالم تفكر إذا أولادها أطوال أحلى مش صحيح مشكله الأكتر بس يكبر كمان هاي جيبية الشغلة القصير أنه مشكله أقل بس يكبر بس يكبر بالعمل صحيح بس يكون عندي اتنين إخوة واحد أخذ من الثاني مش ضروري يكون أخذ كل جينات بيه وأمه والصبي بيخويل والبنت بتعام بتعامتها ما ننسى في شي من الصح ما أنه كتير صح بس في شي من الصح الصبي إجمالا بيخوي اللي ياخد ما بعرف ليه بياخد أكس أمه بركي بينما البنت كمان بالمبدأ تطلع بتشبه عمتها فمشان هيك منسي منسي منسأل عن العيال أريير مش ضروري مش أنك ما بيقول جينيتيك بيقولها فاميليال يعني إذا هذا طلع أصير خيو طلع طويل بيشوفوا جده إذا كان أو جده دولوتكو بريف سي يعني شوية العملية صعبة ولكن نرمال أنه اليوم بقلب نفس البيت يكونوا الأخوة مختلفين بطول وما في هذا الشيء برجع بقول نوعية الأكل غير فاميليا نوعية الأكل نوعية السبور واحد بيعمل سبور واحد ما بيعمل سواء واحد انتلكتويل أكثر واحد سبورتيف أكثر نوم نوم إذن من نوم مشان هيك اللي بيناموا بنيح الولد اللي بينام منيح مشان هيك الولد بس كو كتير صغير تحت السنة لازم ينام ينام أوقات تلقينا كمان منعيتي بالشباب لما بيكونوا بناموا أكتر من 12 ساعة بعمر الأدوليسانس هذا شيء هيدا شيء كمان هل ما نصح كتير لازم ينقطع 10-12 ساعة ولد تحت الست شهر لازم ينقطع لعشرين ساعة نوم بتغيري له كوشته بس الولد الأدوليسان كمان يقطع 12 ساعة سليزي سالة زيادة زيادة مينموم بده 8 ساعات بس تحت 8 ساعات مزبوط لي لأنه الأرمون كروس أرمون تنفرز بالليل في مشاكل كمان في ناس يكونوا عندهم مشاكل بالكلوة هون فتنة بالباتولوجيا عب بيحكي بالنورمال يعني اليوم إذا حسينا أطفالنا عم بيعانهم من النمو نجرب نكمشى على عمر أبكر لأنه هون الأطباء فيه يساعدون دكتور توبي عطلة جراحة العظام والمفاصل عند الأطفال والبالغين شكراً شكراً جداً لو وجودك معنا وللنصاح لعطيك بين اليوم مشاهدينا وقف سريع وامتبعين شكراً لكم